موسيقى أهلا وسهلا بكم مشاهدينا وهلأ وصلنا لفقرة يا ساتر شو يرد تفعل أهلك إذا عرفوا أنك غيرت تخصصك وخصوصي أنه كتير من الأهالي بيفرضوا على أبناءهم وأولادهم أنه يدرسوا تخصص معين لأنه بيشوفوا مصلحتهم فيه خلونا نشوف هالتقرير مع زميلي عبدالله جواد ونرجع مرحبا مشاهدينا نحن هلأ مقابل الجامعة الأردنية رح يشوف ردد فعل الأهالي لما يعرفوا أنه أبنهم أو بنتهم حول تخصص خلونا نشوف سواه لو اتصلت بأهلك وحكيت لهم أنا غيرت تخصص شو رح يحكو لك ما بيصدوا ما بيصدوا ما عم بترك مرح ما شغل ما حدش سأل فيه ما بيهتموا بالموضوع صاري سبرا سنين بالجامعة أصلا حلو يلا بالتوفيق إن شاء الله شكرا ما عندي أحكي لك ماذا؟ صباحونا بغير تخصصات وقلت لهم يمكن أغير هندسة ممتاز عنجد؟ اه طبعا أي هندسة؟ اللي بدي كي أحرش كل مرحب 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 طيب هندسة أو صيدلة عشان أظن بتخصصات الطب مرحب 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 هاد إيادي ديمقراطية كثير هاد أ clichehone ديمقراطيةة ولا إش عاد بني عا وتخوت صحي اللي بماشي إسمعي يما تخصصنا يما طلع صعب كثير وبدأي أحول مش قادر إليه بصراحة والله يما مش قادر إليه و جدي يعني بمزحش أنا يوقي شوي بطلع على خطتي وبطلع على الموات كثير صعبerness وبدأي أحول لا إشي أسهل نعم لا تحدث YOU لا و الله يما مع أنه معدلة جيد جداً بس يما مش راح قدر أكمل في لعنة حول حوال التخصص يوم حوال التخصص شو حوال التخصص حوال التخصص يفيزي شو صاري عندي حوال التخصص وزي كإني بداية جديدة وراح يدفع رسوم جديدة وش اسمه إجراءات من أول وجديد ماذا؟ يعني راحة المنحة وراحة المنحة وراح الوضع ورجعنا من أول وجديد أحسنت يا ذكي أعني في الموضع سننعوّل وننعمد عوّل لسي ما مكسورين من التحويل أولاً ماشي يابه خلاص خلاص مع أنه وضعك تكسر طفاً مضبوضة يعني فيزي منيعة مالا فيزي عفل من التخصص يوم جيد جداً ماشي يابه يلا بتوفيق إن شاء الله يعني كل المعقول يبني صاري فهم حوال فيزياء بحقًا بحقًا أنا غيرت تخصص الأداب شو؟ تغيرت ماما غيرت تخصصي اضطريت إيش؟ أي تخصص تخصصي الجامعة ماما غيرت غيرت إدارة أعمال كيف تغيرت؟ على كيف تخصص تتالح هذا؟ آه، اضطريت ضروري مش قادر أكمل بهذا التخصص لا أماما آه، والله تخوّد أتي أو ليش؟ لا، ليس تخوّد، عن جد بحكي لماذا يعمل في حالة؟ من أماما؟ يا باب، أنا حولت تخصصي ماذا يعمل تخصصا؟ تصميم داخلي تصميم داخلي؟ آه مِيش حولت تصميمك؟ لا، أنا لا تحولت أنت تخصص لك الزمان تحصل لك يلا بحقًا يا بابا وهيك ما تكون شفنا ردود فعل الأهالي لما يعرفوا أن أولادهم نغيروا التخصص هلأ نرجع للزمالة بالستيديو بفقرة نيوميديا رح يكون ضيفنا اليوم عبيدة أبو قوادر المتخصص بشؤون التكنولوجيا يلي رح يخبرنا عن الانستجرام وكيف نستخدمه بالطريقة صحيحة وعن الانفلونسر أهلا وسهلا فيك عبيدة أهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا فيك عبيدة عبيدة بداية لأي حدا فينا يعني بالانستجرام بيحب دائما يكون عدد المتابعين كتار كتير فشو هي الأساليب الصح والطرق الصحيحة يلي فعلا بترفع من عدد المتابعين لأي شخص فينا مثلا أو غيره ساعدها يعني جد هي بحاجة على أساس أنت ما بدأك مظلوط هو الأول شيء يتشكرك عن موضوع الحلو فعلا كثير ناس الآن عم تتوجه وخصوصي على الانستجرام ينتبه حتى على الفيسبوك نحكي السناب شات أصلا عم بينزل بشكل طبيعي فكثير ناس عم تهتم بالانستجرام وصار هدف حتى للشركات كثير الشيء الخطوات هي ما في شيء يعني أنه نحكي اختراع أو سحر أو كيميا بس مجرد أنه يكون في عندك محتوى شيء بدك تقدمه للناس إذا أنت بدي يصير حسابك خلي سميه بزنس يعني بديك توجهه لشيء معين بس يكون يمكن صحيح أو متمكن للشخص أكيد يعني بدي يكون في عندهم محتوى مو أي محتوى تماما فبدي يكون في عندهم نشر بشكل يومي يعني لازم كل يوم ينشره لازم يصير ينشر بطريقة ذكية أنه ينشر شغلات يصير فيها تفاعل أكيد أنه بس عبايدة في ناس كتير بتسأل عن الابليكيشن يلي بيكون على فرض أنه فوت مثلا أنت بتزيد عدد المتابعين مية إذا بتتابع عشرة من حسابي هذا الحكي فهذا صحيح أو لا؟ هذا أكبر المشاكل بصراح أكبر المشاكل اللي ناس بتعملها أنه بتروح على الابليكيشنز معين ممكن تدفع مصاري بحكي لك مثلا بعشرة دولار أنا بجيب لك مية فولور أو غير هذو كانتهم بسموهم بوتس لهم يعني حسابات وهمية أو حسابات آلية فهذا بضر ما بينفع ليش؟ أنا يوم أعمل كون عندي مثلا مية شخص حطيت صورة مية شخص حقيقيين حطيت صورة نشرتها فبخوار زمية الإنستجرام بحاول يوصل الصورة إذا هالهاشتاغ صح اللي حاطوا أنا كمان رح نحكي عن الهاشتاغات رح يحاول يوصلها للناس المهتمة بهذا المحتوى هلأ يوم يكون في عندي مية ثانين وهميين أو اللي هنالبوتس هذول فرح بخوار زميته كمان يوصل لهذول هذول ما رح يعملوا تفاعل لا رح يحط لايك بالضبط فانت خسرتي من الوصول للناس بالتالي خسرتي من عدد اللايكات أو الكومنت يعني التعليقات اللي بتخلي الوصول أكثر وليوم تيجي شركة تطلع عليك بتشوف الله فعلا يعني إذا حط صورة أو حط أي منشور نحكي يعني رح تتفاعل مع الناس فأنت عم تخسري يعني هن وقلتهم واحد هذول البوص لا بيضروا بيضروا كمان بيضروا تماما على العموم هلأ نحنا حكينا عن الانفلونسرز أو المؤثرين على السوشال ميديا بصفتك انفلونسر مؤثر وعندك محتوى أنا بيشوفه يعني بشوفه أنه هو محتوى رائع بصفتك كيف أنت فيك تصنف الانفلونسرز تقني هل هو جيد للمتابعة أو أنه وما أكترهن الأكتار اللي ما عندهم محتوى يعني بمجرد أنه عنده عشرة فلورز أو أكتر من هيك فكر حاله انفلونسر فأنت شو رأيك له موضوع لموضوع المؤثرين يعني بصراحة يعني شاغل العالم كلاته حتى أنا ما بحب أسمي يعني نفسي مؤثر أنا خليني بمجالي كوني مختص بالتقنية والدراسي بحاول أساعد أوصل شيء اللي درسته وتعلمته من خبرتي الموجودة لكن اللي عم بيصير للأسف أنه صار كثيرا نستخدم هاي التطبيقات بيرفعوا عدد المتابعين بشكل طبيعي الشركات رح تطلع على واحد بيتجاوز عندهم دول عشر تلاف عدد عشر تلاف أول شيء رح يطلعوا عليه رح يشوفوا مثلا يجيبوا ممكن يصوروا معه صورة يعملوا معه خلينا نحكي إعلام معين فيديو عادي إعلان أو دعاية يشوفوا الوصول يشوفوا اللي بيسموه انجيجمنت إذا شافوا فيه تأثير أو لا رح يستمروا معه غير هيك لا هلأ انتهنا من أول مرحلة هو يعني كيف يوصل للشركة اللي بهمنا إحنا هو كشخص شو عنده شيء يقدمه شو عنده محتوى يقدمه بزبط هو هذا الشي اللي أنا بدي أسألك عليه تماما إنه هذا المؤثر طالما عم بيطلع وعنده هدول الكمية الهائلة من الفولورز يا ترى إذا ما كان عنده محتوى أو ما كان عنده خبرة وعم بيأثر به هدول الناس بالأعداد الكبيرة اللي هي موجودة عنده هاي المصيبة وين رح تاخدنا على المصيبة أنه يعني الأسف يعني هدول أكتر منه ما في تماما المحتوى يعني ما بدي أحكي المحتوى العربي كله بس فيه محتوى كثير سيء يعني إذا منفوت إحنا على اليوتيوب نحط بس مكان للترند نشوف شو الترند اللي عم بيصير نشوف فيديوهات سيئة كثير كذلك الموضوع على الإنستغرام فالمؤثر شو هو وهو المؤثر يعني بي نحكي بالعلم تبعه إنه شخص بيأثر على هدول الناس بداية كانوا المؤثرين كانوا على الأرض بالحياة الواقعية يوم صارت السوشال ميديا فتنا على هذا الموضوع هلا كيف بيأثر المؤثر بطريقة سلبية يوم يصير هو عبارة عن سلعة للتسويق أو ملكان لتسويقها السلعة اللي بيتفعلوا أكتر بيقول عنه كويس والله اللي ما بيتفعلوا بيقول عنه أحسن المشكلة فيه بلاوي عم بتصير ما أكترهم تماما يعني عم بتصير بدنا نحكي عم سوى البنات اللي هنا عم من شهره أسرع من الشباب يعني نحكي من ناحية المكياج مكياج لبس معين بسرعة بتكون يعني أو من خلال الشباب اللي عم يستغلوا شخصياتهم عن طريق هذا كمان يكون عندهم بضعة ألاف يكون عندهم بضعة ألاف ويسمي حاله انفلونسر أو أنه شي شغلة مهمة وبتتفاعل مع الشركة هلأ بتعطي الشركة مثلا خلينا نحكي الشي اللي أنا من تخصصي أنه عم تعطيه أمور بتتعلق بالتقنية سوى تلفون ساعة كمبيوتر يعني أي شي نحكي بعالم التكنولوجيا عم بيروجله بطريقة سيئة جدا يعني أخطاء طريقة نشر غلط الأكثر شي يعني هو اللي سيء واللي بلش ينتشر الفترة أخيرة اللي عم يشتغلوا على تويتر ومشكلة في ناس يعني عم مستوى عالمي ما رح نحكي هلأ الأسماء ولأسماء الشركات لأنه في شي سيء بصراحة فمثلا كان أحد الممثلات عم بتتروج ل هي حتى أمبسودر يعني هي سفيرة لأحد الشركات من أندرويد فعم تعمل التويت عم تحط تغريدة على تويتر بيطلع عندها بيطلع عندها ويعني شفنا كل الناس أنه لتويتر من آيفون تويتر من آيفون وهي عم تعمل بتتروج لتريفون أندرويد يعني فضيحة كبيرة صح غير أنه في ناس طبعا وغير لسه في موظفين من نفس الشركات من هواوي موظف عم بيحط عن قوة تريفون هواوي وطلع تحط التويت من آيفون يعني فيه كثير يعني فيه كثير تناقضات خلينا نتوجه هلأ للهاشتاغات أحكي لنا عن هاشتاغات الصحيحة أول ممكن أنه تكون مقترحة للبوستر اللي أنت عم تنزله حتى يصير في ترواحد يجيب متبعين الهاشتاغ على الإنستغرام كثير مهم أصلا بدون هاشتاغ الوصول سيكون كثير ضعيف الإنستغرام بيحدي لك لحد ثلاثين هاشتاغ أفضل شي تستخدم حوالي خمسة وعشفين هاشتاغ الهاشتاغ الأصل يكون يعني شيء بشبه صورتك شيء قريب من صورتك شيء شيء يعني أنت حكيت حتت عن الأكل يعني فيه متش بالموضوع بين الهاشتاغ والموضوع أو الفيديو حطينا عن الأكل منحط شيء مثلا أنه ريليتد شيء بتعلق بالأكل سواء كان حط فوت طعام لا نكتب ميكوب أرتست ما هي الأكل ما دخلوه لا لا ما هو المشكلة من هيك يعملوني أنه فيه ناس يعني فيه استخدامات سيئة كثير أنه فيه ناس مشان تروح تعمل وصول كبير بروحوا على فيك تعمل سيرتش بالهاشتاغ على الترند وبشوفوا شو الترندنج فأحلى شيء أنه فيه مثلا كان الناس تحط شيء عن نحكي الأكل أو التصوير وعم تفرّل على الهاشتاغ حط كيكي بس هو عم يعمل الوصول لناس المهتمة خلينا نحكي بأغنية كيكي أو بالحدث تبع كيكي شخصا غلط أو غير هيك عبيدة مثلا فيه ناس حتى لو مجرد تنزل صورة أو فيديو عادي بتحط أسماء المشاهد مثلا هم المشاهدين بهاشتاغ مثلا خلود وأمين فرحة الهادي وعقيل نانسي عجرم أو أي حدا معنو ما بيكون إلو علاقة بالصورة أو الفيديو بس طب هي 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 طريقة تستخدام سيئة فهو الأصل لأنه في كتير شغلات بتساعد وهي الصورة تكون أكيد واضحة الى جنة حلوية هاشتاغ صحيح إذا في مكان المكان تحطه بيساعد لأنه بيصير يطلع للناس الموجودين بالمكان الصورة مو إلك فيك تنشرها لكن حط تاغ لشخص الموجود يعني لصاحب هاي الصورة أو إذا معك ناس حطوا لهن تاغ وخلاص مهندس عبيدة بدأت شكرا كتير لوجودك معنا والله يجيرنا مردة فعل الإنفلوانسار الصغار هذولي اللي حكنا شكرا لك عبيدة شكرا لوجودك معنا عبيدة مشاهدينا فاصل صغير وبنرجع خليكم معنا